وابتدت بقى قناة المصرفي بالزبتك وسميتها كده؟ مضبوط علشان ايه بقى شمعني صدقيني هو الاسم طالعي فكرت في عسامي كتير جدا انا في اول حلقة بصيت لقيت نفسي اهلاً وسهلاً بيكم في قناة المصرفي تلعت لوحدها الاول كنت انا مسميها المصرف علشان هو البنك اسمه المصرف باللغة العربية الفصحى وانا بتكلم لقيت نفسي بقولها المصرفي فخلص قلت خلاص هو ده ربنا رايد ان اسم القناة بقى بالشكل ده طيب انا بوسلا انا هكلمك بالطريقة بتاعت الناس وهم عاديين مع بعض بطريقة بسيطة مش عايزة اسمع حاجات مكالكعة احنا ما بنفهمهاش انا مبدئين واحدة ضايع خالص في الحساب ما بفهمش الواحد مفروض يعمل الاستثمار بتاعته او الانفاسمنتز بتاعته في ايه بس زي ما احنا قلنا في التقديمة الناس كلها بتعطي فكر ايه ده انا اشتري دهب ولا احط فلوسي فوائد ولا سيبهم زي ما هم انت شايف ايه اللي بيحصل عالميا من طبعا بعد الكورونا على الحروب بتاعت اوكرانيا وروسيا الدنيا كلها هبتت في العالم كله فدلوقتي احنا عايزين نعرف احنا المفروض نعمل ايه انا دلوقتي لو ما حوشه شوية فلوس اعمل فيهم ايه نبدئين كده ما تحطيش فلوسي كلها في اداة استثمارية واحدة ما تحطيهاش في حاجات يعني شاهدات بس لأ دهب بس لأ برصة لأ لازم الاستثمار بتاعك او فلوسي كلها تتوزع على ادوات استثمارية مختلفة بنسب معين علشان توزعي المخاطر لان ما فيش حاجة اسمها صفر مخاطر ايا كان نوع الاستثمار الحركة بتعمليه ما فيهوش صفر مخاطر الشاهدات نفسها حتى اللي هي امنة وان الفلوس ما بتتأثرش باي حاجة وبينزل لحضرك عائد ثابت كل فترة بس قيمة الفلوس نفسها بتقل مع الوقت نظرا طبعا للتضخم ده في الاوقات الطبيعية وخصوصا كمان في الازمات لما بيحصل عملية تخفيض لعملة او ان يحصل اي ارتفاع لمعادلات التضخم ده بيقلل من قيمة الفلوس فده نوع من انواع المخاطر عشان كده بيسمعها منخفضة المخاطر فبصفة عامة لازم يحصل تنويع الادوات الاستثمارية جزء يبقى في الشهادات جزء يبقى في صندوق الاستثمار منخفضة المخاطر جزء يبقى في قدون خزانة جزء في الدهب جزء في البورصة لما حرج بتعملي توزيع للمخاطر توزيع على الادوات الاستثمارية انت كده نوعتي المخاطر بتاعتك فلو في اداسة مرية حصل فيها مشكلة او حصل دروب معين الادوات التانية بتقدر ان هي تعمل نوع من انواع التعافي وتساعد ان انت يتعوضي الخسارة او تعوض المشكلة اللي حصلة في الاداة دي الكلام ده انا بقوله في الحلقات بتاعتي من اول ما اعملنا القناة من قبل ما حتى تحصل ازمة الاقتصادية العالمية حصل بسبب الحرب روسية الاوكرانية